اشتركوا في القناة من أسبة حصول البحرين على المركز الرابع عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادرة عن الأمم المتحدة وقد تقدمت مملكة البحرين السبعة مراكز لتحصد المركز الرابع عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات التابع لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية حسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الصادر يوم أمس حيث كانت مملكة البحرين في المركز الحادي عشر في التقرير السابق في عام الفين وستة عشر وصرح سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن هذا الانجاز العالمي ما كان ليتحقق قالوا الاهتمام الاهتمام الذي توليه البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة لقطاع الاتصالات وما تضمنه برنامج عمل الحكومة برياسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر من استمرارية المبادرات الساعية لتطويره مؤكدا في هذا الصدد على توجيهات ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منذ البدء في تنفيذ الاصلاحات في قطاع الاتصالات مع بداية القرن الحالي والتي وضعت الرؤية الاستراتيجية الواضحة في تنظيم سوق الاتصالات وإتاحة المزيد من المعايير والتصنيفات في ضوء تكامل البنية الأساسية والتشريعية المنظمة لهذا القطاع بالمملكة ودعم سموه غير المحدود نحو تأكيد دور هيئة تنظيم الاتصالات كمنظم لهذا القطاع وتنفيذ توجيهات الدولة نحو تنمية الاستثمارات في صناعة الاتصالات ومن الخطط والبرامج الرامية إلى تحرير العديد من قطاعاتها الاقتصادية مع أسهم في دعم واستثمار المشغلين المرخص لهم لتقديم خدماته هذا القطاع الحيوي وهو ما عزز ريادة مملكة البحرين بقطاع الاتصالات وتبويها هذه المكانة والإنجاز على هذا الصعيد العالمي المترجم للقناة